السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أخواتي الأعزاء مرحبا بكم يا أهل العزة والكرامة مرحبا بكم يا أهل العزم والقوة مرحبا بكم يا أهل النصر والتحدي مرحبا بكم يا من أنتم على قلب رجل واحد مرحبا بكم يا من كنتم تلهجون بالدعاء وما زلتم تلهجون بالدعاء مرحبا بكم يا من تحركت مشاعركم كالقلب الواحد والمشاعر الواحدة والعواطف الواحدة مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله تعالى لقاء الوعي ولقاء الفهم ولقاء الإدراك لقاء عدم الرعونة إنما بالهدوء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظمنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين ثم أما بعد الصراع الثقافي اللي إحنا بنعنشو دلوقتي لما الحقيقة جاء بلدنا من مئة مثلا سنة وبدأ رجال شرفاء يحرروا بلدنا من الإنجليز يحرروا بلدنا وبلد تانية مليون ونصف شهيد بلدنا وحبيبنا في الجزائر الجزائر العتية القوية مليون ونصف شهيد وحرروا هذا المحتل رغم أنه قعد أكثر من مئة سنة إنما كان فيه إصرار على يعني أنهما ينتزعوا هذا المحتل من هذا المكان ورغم التضحيات التي قدموها إنما لم يستسلموا ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى فإحنا لما بنبقى مع الله تبارك وتعالى فعندنا بلاد لها تجارب ناجحة مثل الجزائر وبلاد كثيرة جدا جدا عربية كان المحتل فيها بفترات طويلة وكان عندنا في بلدنا هنا في مصر جلنا المحتل الفرنسي وجلنا المحتل الإنجليزي ورغم ذلك بفضل الله تبارك وتعالى بعزيمة وحسن التوكل على الله بعزيمة الشعوب بعزيمة الشعب المصري وبعزيمة الشعب الجزائري وبعزيمة كل الشعوب العربية اللي تحررت وبعزيمة كل الشعوب حتى الإفريقية التي تحررت والحمد لله تحررت في السنة اللي احنا فيها دي كم دولة أيضا كان متسيطر عليهم برضو تحرروا فبنشوف أن التحرر بيحتاج إلى قوة ثقافة وعدم الوهن ولا تهنوا ولا تحزنوا لما نيجي بيبقى عندنا إصرار وهذا الإصرار مصر كم دفعت من الشهداء في سيناء ومن أجل القضية الفلسطينية أكتر من 120 ألف شهيد من أجل القضية الفلسطينية مصر دفعت هؤلاء الشهداء ومشاء الله تبارك الله بلدنا العربية كم وقفت بجوار مصر تحديدا في حرب 73 الرئيس هواري جوميديان رحمه الله وأسكنه الله الفردوس الأعلى والملك فيصل رحمه الله وأسكنه الله الفردوس الأعلى الأمير الصباح رحمه الله وأسكنه الله الفردوس الأعلى والشيخ زايد رحمه الله وأسكنه الله الفردوس الأعلى وأمير البحرين وولدنا وفي السودان وقفت رجل شجاع لحد ما جاء النصر وتحالفه وتحالفه معا هذا التحالف المصري الآن تجاه الشعب الفلسطيني هذا التحالف العربي القوي تجاه الشعب الفلسطيني حتى يستيقظ هؤلاء الذين يقولون دائما أن الشعب العربي تركنا وأن الشعب العربي تخازل عنه وأن الشعب ما ترددوش هذا الكلام لأن الأعداء هم اللي بيقولوا لكم كده الكلام ده إنما لا يوجد طفل صغير في الشعب العربي تخازل عن القضية الفلسطينية أو عن الشعب الفلسطيني لا يوجد هم بدأوا يبعتلنا الثقافات اللي هي ده هم باعوا أرضيهم وبناء على هذا البيع كذا 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 لا يا حبيب قال لي لا 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 فيش حد باع حاجة وأنا قلت كده في حلقات سابقة وقلت كده من سنتين ومن سنة ليه لنشر الوعي والثقافة علشان المحتل لما بيجي بينشر إشعات وبيبدأ هذا المحتل يكرهك في من تدافع عنه يبدأ مثلا يطلع إيه يطلع إشعات على الفلسطينيين بيكرهوا العرب والفلسطينيين بيعملوا كذا والفلسطينيين بيعملوا كذا إن إحنا كشعوب عربية محيطة نبدأ إيه نكره إيه آه بناء على هذه الإشعات فيبدأ المحتل ده يضرب الفلسطينيين عشان ما ليش حد يدافع عنه فإحنا لازم يبقى عندنا إيه درجة من الوعي والثقافة إن 90% من الإشعات اللي بتطلع اللي هي إيه اللي هي مش عم فيش عربي بيباع أرضه ده إحنا عندنا أغنية كده في الشعب المصر اسمها لما واحد باع مرة عود باع أرضه يا ولاد شوفوا طوله عرضه يا ولاد وعملوله أغنية يعني بهدلوه آخر بهدلة مجرد إن ده بس واحد باع حاجة كده أهلينا في فلسطين محدش باع حاجة طب أمال مين اللي باع كان في بعض المستثمرين من إخواتنا السادة الأفاضل اللبنانيين يملكون أراضي كثيرة أو كبيرة جداً ومسحد شاسعة في فلسطين وهم كانوا رجال أعمال والحقيقة وهم في لبنان باعوا أراضيهم هم مش فلسطينيين هم كانوا لبنانيين إنما كانوا يملكون دول اللي باعوا وده كله مسجل في التاريخ ومعروف في التاريخ وفيه فيلم فيه فيلم موجود كمان على النت علشان تعرفوا الحقيقة في مثل هذا الأمر وتعرفوا اسم اللي باع مين وهو إيه وإلى آخر فإحنا لما بنيجي دلوقتي هذا الوعي نبقى إحنا دلوقتي الناس دي جاءوا يعملوا وطن على أراضينا جاءوا يعملوا حلم لهم على أراضينا على جماجمنا على أجسادنا على 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 فإحنا رقم واحد رحم الله وأسكنه الله الرئيس محمد أنور السادات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعني أن يبارك في أخوي الحبيب الرئيس عفتاح السيسي ويعلق الهمة هتكلم عنه هتكلم عن هذا الرجل هتكلم عنه بناء على إيه بناء على أن أنا راجل درست حاجة اسمه علم قيادة الشعوب مع كامبريجي في بريطانيا علم قيادة الشعوب أنا بقى بدرس أنا بدرس لقيادات في الدول وبدرس لرؤساء دول وبدرس بدرس 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 علم البرلمان الأميري البرلمان الملكي بدرس علم البرلمان الجمهوري بدرس حاجات كتير يعني الحمد لله في هذا الجانب ولذلك أنما بلاقي شيخ بيتكلم في في العلوم السياسية دون أن أن يدري دون أن يكون لديه مقدرات على أرض الواقع وإحصيات على أرض الواقع وفهمه أبعاد وأبعاد ماذا يفعل إيه 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 الحركة السياسية تبدأ بيه إيه كذا ولذلك لما كنت أشوف بعض المشايخ في مجلس مجلس إنه هو بالشغل شيخ لم يدرس العلوم السياسية ما يعرفش يعني عضو يميني من عضو يساري ما يعرفش يعني استفهام من استعلام من استجواب ما يعرفش يعني فيدرالية من كون فيدرالية العلاقات الخارجية من العلاقات الداخلية ما يعرفش أهو راجل بيخطب الجمعة بشكل جيد وبعد كده عشان ده الشيخ فلان وجابوك على كرسي الكرسي ده مش عايز الشيخ ده عايز واحد دارس علوم سياسية يبقى عنده علم علم بالاقتصاد وعلوم السياسية وحتى علوم البحار وحتى العلوم الجوية حتى علوم الزع يبقى ملم بكل هذه العلوم عشان يقعد على الكرسي ده لأن ده بيدي تشريع بيدي تشريع للدولة أن تتحرك من خلاله فبييجي واحد مثلا راجل طيب وفاضل بس ما يعرفش يعني يقرأ ويكتب بس هو مثلا راجل غني فييجي برضو يقعد على الكرسي ده أو ييجي واحد شيخ هو في المنبر برضو يقعد على الكرسي ده فاحنا يعني عايزين المرحلة اللي جاي من عمرنا مش أي حد يقعد على الكرسي ده ومش أي حد يتكلم اللي يتكلم المتخصص الطب يتكلم في الطب الهندسة يتكلم في الهندسة التاريخ يتكلم في التاريخ علوم البحار يتكلم فيها علوم البحار كذا 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 فلما بيتكلم المتخصص بيأثر المسافة وما بيخبطش في حد إنما اللي بيبقى غير المتخصص ده بيلخبطنا وبيلخبطوا الشعوب بيلخبطوا المجتمعات وبيلخبطوا الأمم فالموضوع مش كده خالص الموضوع هو قال تعالى في القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأنا دلوقتي رحت وسألوا أهل الذكر طب أنا رحت إلى أهل الذكر أهل الذكر يعني أهل التخصص فاسألوا أهل الذكر اللي هم أهل التخصص أهل الذكر في الشريعة المشايخ أهل الذكر في العلوم السياسية المتخصصين في العلوم السياسية أهل الذكر في علوم الزراعة المهندسين الزراعيين أهل الذكر في علوم البناء والهندسة المهندسين أهل الذكر في علوم الطب الأطباء أهل الذكر فأنا ما رحش أسأل واحد هو مش متخصص في حاجة هاي لخبطنا وده حصل اللخبط اللي حصل فيه حاجات كتير لغط علينا حاصل نتيجة عدم التخصص نتيجة الفهلاوة والعنترية ونتيجة عقولة برمجة على عدم الوعي وعدم الفهم وعدم 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 خدت بالحضراتكم والعمر يضيع حضر نتيجة تفكير خاطئ نتيجة تفكير غير سوي يبقى مهم جدا جدا أنا كارضا أقول من وجهة نظر في الموضوع الفلاني كذا إذا إنما إذا كنت متخصص يعني أدله بدلوي وبما لدي من علم ومعرفة وثقافة وإدراك وفهم ووعي أدله ما في دلوي بحيث أن يعني ممكن كلمة تسمع مني يؤخذ بها دون أن يدري أحد ممكن وبعدين ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله فبلادنا العربية تحالفت نتخلي بالكم إحنا إحنا أعتى جيوش العالم دخلوا بلادنا والاحتلالات ووا 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 خدت بالحضراتكم وفي كلام بقى يعني الناس اللي دخلوا باسم الإسلام برضو واحتلالات باسم الإسلام لإقامة دولة مش عارفة إيه ووا 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 يعني انتهكوا الشعوب وساروا أراضيهم تلاقي فلاني الفلاني ابن من القسطة القسرة العلوية عنده خمس تلف فدان طيب ليه ومشغل عنده مش عارف مين يعني إيه يعني أنا عايزة أقول إيه مش عايزين مش عايزين حد يضحك علينا بكلمة وا إسلاماء لأ أنا دايما آه ده بيقول وا إسلاماء إيه اللي وراء الكلام ده إيه الأبعاد اللي هو ده بيتكلم بيها مش وا إسلاماء بس أو أي تفكير أي نوع من أنواع التفكير نحاول بقدر الإمكان وإحنا في حياتنا نخلى عندنا قاعدة فتبينه اوعى تصدق أي حد يتكلم في حق بلدك اوعى تصدق إنما فتبينه اوعى مثلا إمتز علام من مديرك في الشغل فتقوم تسمع مثلا إن بلدك كذا يا عم بلد مين هي البلد دي نفعانة في حق يا سيد أنت خلافتك مع مدير شغلك مش مع وطنك بالكامل فما تبعش وطنك علشان مدير شغلك هتبقى لحضراتكم وتلاقي واحد غير مؤهل واحد غير مؤهل أن يقود وطن وينزل وقول لك أنا اللي فاهمه والباقيين ما بيفهموه وفكرني بفيلم أنا عتريس اللي هو أنا عتريس اللي هو شيء من الخوف لما وقعد يقول أنا عتريس وهو مش عتريس اللي هو السيد أحمد علي رحمة الله إسكان الله الفردوسي الأعلى السيد أحمد توفيق فلما نيجي نشوف واقعنا علشان ما يبقاش عندنا عدم اتحاد فيما نقوم به من خلال أوطننا من خلال أوطننا دي مهمة جدا من خلال أوطن يعني لما قامت بقى الهمجية اللي احنا شفناها من الصهاينة وضرب المستشفيات وضرب كذا وضرب كذا هم شافوا يعني حتى اللي دخلوا أراضيهم حفظوا على أطفالهم حفظوا على نسائهم لم يعني مجوش يم الأطفال ولا النساء دول لم يرحموا لا أطفال ولا نساء ده مش جديد ده من سنين من الأربعنات ده من الأربعنات ده مش جديد يعني اللي تبتشفوه ده ده بيتكرر كوببست كوببست كل شوية بيعملوا نفس الحركة دي بس ما شاء الله تبارك الله أنا فخور جدا جدا بكل الإعلاميين العرب المثقفين لأن احنا عندنا إعلامين عرب غير مثقفين وعندنا إعلامين عرب مثقفين فالإعلام المثقف ده يعني إيه؟ الإعلام المثقف ده واحد قارئ في الاقتصاد واحد قارئ في العلوم الزراعية في الزراعية الصناعية السياسية واحد قارئ في علوم فن الحوار مهرات تواصل لثقافة الحوار لما ييجي كده يقنعك وهو بيحتل أرض صدام حسيل ويدخل شتة العراق عشان يسلمها لبعض الدول الكذا ويأمن الصهاينة من حاجات صدام واوة يقوم صنع لك حوار إعلامي الحوار ده بيقولك وقد أطلقت النران الصديقة من قوات الحلفاء اللي هم جاءوا يحتلوا وجاءوا يولعوا في البلد سماهم قوات الحلفاء على مين؟ على محور الشر مين محور الشر؟ هو شعب العراق اللي بيدافع عن أرضه وقد توصلت الأسلحة الزاكية إلى قصور صدام الأسلحة الزاكية اللي هي الأسلحة الفتاكة المحرمة عالميا خدت بالحضراتكم فصنع لك حوار هذا الحوار يفهموا لإيه؟ يفهموا الإعلام المتقصص طب ده فيه ناس بتظهر كتير في التلفزيونات بس هي مش متخصصة إنما هو واحد تزاق في المكان ده خدت بالحضراتكم فجأت لإيه نشرات الأخبار العربية بتذكر كده وقد أطلقت النران الصديقة من قوات الحلفاء على محور الشر وقد توصلت الأسلحة الزاكية إلى أهدفها أنت قد تكرر نفس الجملة اللي هم في المخابرات هناك قلفوها عشان أنت لما يتم قتل أخوك العربي ولما يتم احتلال أرض ولما يتم قتل أطفاله ولما يتم حرق مليون نقلة في العراء ولما يتم تشتيت أهل العراء العزيز الغايل العربي الشامخ لما يتم تشتيته أنت تقول إيه أصل اللي ضربوني ران صديقة أصل الأسلحة اللي دخلت كانت زكية خدروك بالكلمات خدروك بالكلمات طيب لما صنعوا لك الخراب العربي اللي هو ما يسمونه الربيع العرب صنعوا اسمه الخراب العربي جاء ده جاء بعد ما أسقط يعني الاتنين اللي كانوا مساببين ألم بعد ما أسقطوا قاموا دخلين بعد كده دخلوا بعد كده بالخراب العربي الخراب العربي ده مهمته إيه تشتيت الدول تفتيت الدول ضياع الدول طب إيه اللي عرفنا أن ده خراب عربي الواقع أنا دلوقت راجل عندي شقة فيها حاجة مش مظبوطة في الإعمار لما يجي لي بقى الخبير الغربي ويقول لأولادي تحت لازم الإعمارة دي تتهد أصل لازم الإعمارة دي تتهد عشان نبدأ البناء من جديد وتفاجأ تلاقي خيرة الشباب في بلدك طلعين يجروا راحين يهدوا العمارة يا ابن استنى المشكلة في شقة مش في العمارة تعالوا تعالوا نطلع نزبط الشقة إنما الموضوع مش في العمارة هم خططولهم إن لازم تبيد بلدك علشان البلد تتبنى من جديد وخططوا لداعش إنك لازم تبيدوا الأمة العربية المسلمة علشان تصنع أمة عربية مسلمة من جديد وياخدوا شباب زي الورد يضللوا ويمساحوا عقله علشان قعدوا 7-8 سنين ما حدش أعرف الكلمة في القضايا الفلسطينية وهم صنعوا الخراب العربي علشان الخراب العربي ده اللي هم مسمينه الربيع العربي والمشكلة إن بعض الإعلاميين برضو اللي غير متخصصين يقول لك وإحنا شايفين الربيع العربي إحنا شايفين كذا إحنا شايفين كذا وإقرأوا المخططات دي كانت تمت إزاي هيليري كلينتون عاملة لنفسها مذكرات بتحكي فيها هي كانت بتخطط إزاي بكامل الصراحة وبكامل ما لديها إقرأوا ده لي علشان ده لازم يتنقل لولادنا ده لازم الوعي ده يروح لولادنا إن إحنا نخل نبالنا من كل اللي بتقال حوالينا ونبقى خلف قيادتنا ونبقى خلف قيادتنا ليه لأن الله تبارك وتعالى رزقنا رزقنا وأقسم بالله أقولها من قلبي ربنا رزقنا برجل حكيم رجل شامخ راجل شامخ وهو قال قال أنا أخوكو وأخوكو صادق ومخلص وأمين أخوكو صادق ومخلص وأمين وأنا طبعا مرائب للدور السياسي اللي هو أين بي من سنين ومرائب الدور الاقتصاد اللي هو أين بي ومرائب الدور الزراع اللي هو أين بي ومرائب دوره في البحار والمزارة السمكية والتنظيف البحيرات بعد ما تردمت بحيرة البرولوس وبحيرة المنزلة وعدد من البحيرة ومساحات خطيرة جدا ملايين الأفدنة وبدأ يصنع حركة اقتصادية وعند الموقف الشامخ وعند الموقف الشامخ خلي بالكم في البداية أن يحل الحضارة أن يحل العقل مكان القوة كان زمان القوة أنك تمسك نبوت وتضرب الآن أنت بتمسك رموت اتكاه ربي أي حد مش لازم يبقى فيه نبوت خلاص خلص ففيه تطوير تطوير في إيه تطوير في الحركة يعني على الأرض وتطوير في الحوار اللفظي وتطوير في الفكر فييجي ناس عنتريين هو عنتري هو صوته حلو وعالي وعنطر إنما هنا فاضي هنا مفيش يتلفظ بألفاظ تضيع شباب وتضيع دول وتضيع 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 يبقى أنا لما يبقى عندي قيادات حكيمة درس الأمر على أرض الواقع درس الأمر بمعلومات درس الأمر بإحصائيات درس الأمر بمواقف درسة 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 وساعة الجد وقفت موقف الأبطال وموقف الشموخ وموقف العز وموقف الكرامة أنا أقف معها أقف معها وأدعمها ودعم أخوي الرئيس عفتح السيسي في كل أقواله وكل أقواله وكل بياناته وكل المواقف الراقية التي خرج بها يشعرنا والله العظيم حسيت بالعز والفخار وحسيت كده بإن أنا شامخ وحسيت كده بإن بلدنا نور على نور بلدنا نور على نور وأمتنا العربية نور على نور وشعوبنا العربية نور على نور كل طفل في شعوبنا نور على نور وهيتم إعمار غزة تاني وهيتم إعمار فلسطين والتحالف القوي لأن دي قضيتنا مستمرين معها إلى أن نمتقل إلى الرفيق الأعلى مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود لنا في يوم من الأيام مدومنا مستيقظين مدومنا على وعي شوفوا بقى من الحاجات الجميلة اللي أنا عايز أحكيها لحضراتكم الرئيس السادات يعلم أن الصهاي نخونا وأنهم لا أمانة لهم وأنهم يعني لا يقفون على عهود وإلى آخرين وهم دعموا بقى الحركات دعموا بقى القعدة دعموا الداعش دعموا كل أي حد ممكن يقتل المسلمين الرئيس السادات عليها رحمة الله أسكان الله الفردوسي الأعلى بعد ما اتصاف مش اتصافة يعني بعد ما سلم على اليوم لأننا خلاص بقى عملنا سلام وخدنا أرضنا بقى بالسلام بدأ الرئيس يوجد أكثر من اسمعوا الرقم ده يوجد أكثر من مئة فكر جماعات يهودية حول العالم ترفض الصهيونية والناس دي بالملايين فبدأ السادات عليه رحمة الله أسكان الله الفردوسي الأعلى بعد ما سلم مع الصهاينة أملافت مع دول من وراء علشان يدعمهم لهم دول اللي سقطوا الدولة الصهيونية لأنهم دول يهود وحرفيين اسمهم القرائين وأصر على أنهم دول اللي سقطوا الدولة وبدأ يدعم هؤلاء اليهود في أمريكا بدأ يدعم هؤلاء اليهود في روسيا بدأ يدعم هؤلاء اليهود وبدأت تخطط وقتلوا الرئيس السادات عليه رحمة الله اسكانه الله الفردوس الأعلى فماكملش مشروعه في إسقاط الدولة الصهيونية عن طريق الأيادي اليهودية الموجودة حول العالم التي ترفض الدولة الصهيونية ده بقى لعب سياسي ده شغل معلمين شغل المعلمين ده أنا شفته إمتى أنا شفته لما الرئيس عفتاح السيسي طلع البيان وقال آه إذا كنتوا عايزين تهجروهم عندنا عندوكم نقب صحراء النقب هجروهم في صحراء النقب لحد ما تشوفوا المقاومة وتقتلوا المقاومة ابقوا رجعوهم تاني إنما ما تجبوهمش سيناء أصل إحنا مش عايزين إن يطلع من عندنا حد من سيناء بعد ما تهجروهم عندنا هيطلعوا من عندنا يعملوا عندوكم عمليات وإحنا مش عايزين حد من عندنا يطلع يعمل عمليات ويبقى عندنا مشاكل بيننا وبينكم فإحنا عشان وقضرقا للمشاكل خلوهم في صحراء النقب شغل معلمين ده كلام له عمق في الفكر كلام في الوعي كلام له عمق في الإدراك في الوعي في اللغة في الحوار في كذا في كذا في كذا ويرمي الكلام للمحللين العسكريين وأيضا المحللين الاستراتيجيين اللي موجودين في الصحف وفي المواد الإعلامية يحللوا الكلام أنه هو ما قاله مش مش مجرد فقط إنه لا وممنوع هو قال كده لا وممنوع ده البيان المرعب اللي طلع اللي هو على الدولة القائمة بالاحتلال ضبط النفس إيه ده إيه الجمال ده أول بيان مصري نزلته الخارجية المصرية على الدولة القائمة بالاحتلال إيه ده إيه ده إيه الجمال ده عز وللأجيال أنت افتخر إنك تسمع صوت الجماعات اللي هي جماعات البطيخ وخالص ما أنت تخرصه لما شافوا الرجل ده في وسط الموقف شامخ وأعلن جهاده وأعلن إن جيشه جاهز وأعلن كذا وأعلن كذا وأعلن كذا خدت بالحضراتكم الخطط الاستراتيجية بتحتاج إلى عقول مرنة عقول وعية عقول درسة درسة إحصائيات وموقف ومساحات وجيولوجيا وبناء على كده يصدروا القرار ما يجيش بقى واحد لم يدرس حاجة خالص بس صوته عالي شوي نقوم نقعد نسمع له ويخرف وإحنا عادينا نتفرج عليه وفي الآخر نلقينا لبسنا في الحيط يبقى الحمد لله رب العالمين شفته عمله إيه في الرئيسة داته وهو كان لسه بيكمل المسيرة هو عارف إن هم لا أمانة لهم ولا سلامة معهم وعارف إن هو مش بيحاربهم زي ما أعلن هم يتكلف في نص ساعة إنما هو في أكتر من عشرين دولة ومعهم حلف النات ومعهم حلف الأطلسي كل دول بحوالين الدولة فأنت بتحارب حلف كذا وحلف كذا وحلف كذا وحلف كذا بس خلي بالكم لو اتفرض علينا الحرب نحن رجال لو اتفرض على بلادنا الحرب نحن رجال وهذا ما جهر به الرئيس عفتاح السيسي ربنا يبارك في عمره ويحفظه من كل مكروه وسوء ويقويه هو وكل من معه ويحفظ جيوشنا العربية جميعا جيش مصر وجيوشنا العربية جميعا وشرطتنا وشرطة الأمة العربية جميعا ويحفظ بلادنا العربية جميعا وعايزين البلاد اللي هي عملت تصرخ ومش عارفة إيه ومن غير إحنا يعني لما بلق عيل ويفتح لنا المعبر ويفتح لنا وإحنا نعدي وإحنا كذا 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 الموضوع مش بؤب مش كلام إطلاقا مش كلام ورحم الله كل شهيد مصري أو عربي أو فلسطيني قدم نفسه فداء للمجلس للمسجد الأقصى رحمه الله وأسكانه الله الفردوسي الأعلى رحم الله كل المناضلين أبو نضال أبو جهاد ياسر عرفات رحم الله الرنتيسي رحم الله الشيخ أحمد ياسين رحم الله كل من قدم نفسه المشكلة عند أهلينا في فلسطين كانت في إيه حاولوا في الفترة الأخيرة أنه فعلا كان فيه اختراقات فعلا اختراقات وواحد سرق الكمبيوتر بتاع المقاومة وهيري بالنحية التاني لما نيجي نشوف بقى الروعة الروعة الجميلة أن إحنا ما شاء الله تبارك الله تبارك الله شفنا أن فيه ترابط أن بعد ما كانوا هم جماعات متناحرة في الداخل الفلسطيني بدأوا تقريبا يبقوا إيد واحدة وعشان كده ما حصلش اختراق إيد واحدة يطلبوا بتحرير المسجد الأقصى يطلبوا بتحرير الأرض يطلبوا بتحرير الأرض وده حقهم وحق مشروع في الأمم المتحدة خلي بالكم وإن فيه الأمم المتحدة بنزله القرار اللي هو أن هم يرجعوا عشان القدس عربي لا هم مش عايزين لا قرارات أمم المتحدة وعندهم غطرسة وكبر فمعانا ربنا سبحانه وتعالى رزقنا رجل رجل ورزقنا جيش عظيم وقياداته ورزقنا الحمد لله رب العالمين في بلادنا رجال لديهم من الثقافة والعلم ولديهم من الوعي والتخطيط الاستراتيجي ما يجعلنا نستأمنهم على نفسنا وما يجعلنا نمشي خلفهم ونؤيدهم فيما يفعلوه لأنهم لديهم من المعلومات ما لا نعرفها وهم أمناء ومخلصين وشرفاء وخلي بالكم الالتزام بالقضية الفلسطينية ده مش جديد علينا إنما لما خططوا للخراب العربي اتلبخنا في الخراب العربي دي الفترة اللي فاتت دي ومصرين على إنه يشوهوا سمعة الشرفاء وشوهوا كل حاجة جميلة في بلدنا والعيال اللي جات ودخلوا علشان انتوا شفتوا شفتوا يعني ابني واق الغنيم وهو بيندم على كل لحظة سمع فيها كلام من جهات تانية وشفتوا كثير من ولادنا اللي رجعوا وندموا واكتشفوا ودي عقول دي عقول مسهلة وأنا فرخت جدا إن مصر حضنت العقول الجميلة دي وبتمنى من بلدي كل عقل كل عقلي وهذا النموذج اللي حس إنه هو أخطأ في حق بلده وما كانش يجب إنه يعمل كده إن بلده تنديله ويرجع ويبقى في حضن بلده ويبقى في حضن مصر وأنا فخور بكل شخص رجع وندم على ما فعلوا رجع وطنه تاني وأنا بقول إن جميل إن صفاراتنا تفتح أبوابنا لولادنا اللي كانوا معارضة في يوم من الأيام وقرروا أن يعودوا إلى وطنهم وبدأم إيديهم ما تلوستش بالدماء أهلا بهم أهلا بهم واللي عليه أواضي لا مانع تعالى وخلص أواضيك على أرض الواقع وإنما أنت ما تبقاش قادة في إيديهم تبقاش شوفوا كده لما يطلع كده واحد يقول لك الإعلام اللي إحنا بنعارض فيه مصر ده بيقودوا واحد تابع للإستخبارات البريطانية واحد تابع وخلي بالكوا واحد إيه وفلسطيني يعني معاه الجنسية البريطانية بس هو فلسطيني طب مين الفلسطيني ده هما هم علشان يبعدون عن القضية الفلسطينية يطلع لين نموذج مشوهة زي ده مهمته تحييد مصر إضعاف مصر كسر مصر إسقاط مصر وبعد كده أقول لك أصدام من أجل القضية الفلسطينية يابني ده أنت بتوقع أهم عمود يابني ده أنت بتوقع أهم خيمة هي الحصن إنما ده شغل المخابرات العالمية وخلي بالكم بالفلوس نفوس بتشترى بالفلوس نفوس بتشترى بالفلوس خلي بالكم من الجملة دي نفوس بتشترى بالفلوس اصنعوا في أولادكم حب بيت الحب الأقصى اصنعوا في أولادكم أن أهل فلسطين ناس مظلومين اصنعوا في أولادكم أن الفلسطينيين ما بعوش أراضيهم ازرعوا في أولادكم أن الجنبه حد فلسطيني يكرمه آخر كرم ويحسن إليه بقدر ما يستطيع إحنا كمان يعني أنا كنت فخور جدا جدا إن حد من حبايبي في المنصورة المصطورين قال كده نزل منشور على كل شاب أو فتاة فلسطينية بتدرس في الجامعة في المنصورة إن هي يتواصل مع الرقم ده علشان أي حد عايز مساعدة أو عايز أي خدمات أو حد يتسجد لإطعامه أو إيجار سكنه أو 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 فالحمد لله أنا نفسي بقى كل المحافظات في بلدنا في مصر تعمل كده مع كل الطلبة الفلسطينيين اللي موجودين في بلدنا وأمتنا العربية تعمل كده مع كل الطلبة اللي موجودين في بلدنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم جميعا ومنصورة يا مصر ومنصورة يا فلسطين وإن شاء الله المسجد الأقصى هيرجع لنا بس بالهدوء بالهدوء بمعنى إيه؟ مش عايزين كلام فيه عن تريات ما ينفعش يتطبع على عرض الواقع وبعدين بدام ربنا رزقنا بقيادات حكيمة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته